للمزيد من تفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المختص في شأن الإيراني محمد المضحجي أهلا بك أستاذ محمد مرحبا بكم وتحياتي لأستاذ المشاهد الإيران أستاذ محمد اختتم الاتحاد الأوروبي اليوم اجتماعه في بروكسل والذي تناول الشأن النووي الإيراني إلى أي حد يمكن الرهان على الدورة الأوروبي لتنفيذ هذه الشروط التي تم الاتفاق عليها لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني كما يرى البعض أن هذا الاتفاق هو مصلحة للسلم العالمي طبعا هذا الحديث بأن الاتفاق النووي مصلحة للسلم العالمي هو ليس إلا جزءا من دعاية الأوروبيين والجانب الروسي والصيني لأنه المتنفع الأساس من هذا الاتفاق النووي ومن وجهة نظر القوى العظمى السلم العالمي هو عبارة عن مصالحهم وكيفية الحفاظ على مصالحهم وليس المصالح باقي الدول في العالم أما بالنسبة لحماس الأوروبيين باتجاه الاتفاق النووي يمكن فهم هذا الحماس من هذه الزاوية بأن الاتفاق النووي هو موطئ قدم الأخير للأوروبيين للبقاء على مشهد الشرق الأوسط من بوابة إيران والأوروبيون أثبتوا دوما أنهم يتعاملون مع قضايا الشرق الأوسط من بوابة المنافسين أو أعداء العرب من أجل السرد السيطرة أو أجندة معينة على المنطقة العربية بغض الطرف عن من يحكم أو الأنظمة هناك من هذه الزاوية نرى حتى حماس الأوروبيين هو حتى أكثر من حماس الروس أو الصينيين باتجاه الاتفاق النووي والدعاية الإعلامية الواسعة التي نراها للحفاظ على هذا الاتفاق تنبع من الجانب الأوروبي ومن يدعم الجانب الأوروبي في هذا المشهد كيف تتوقع أن يكون مستقبل هذه الشركات التجارية التي تحدثت عنها وهي التي تقترن بالاتفاق النووي الإيراني؟ حتى الآن إذا أخذنا انسحار الشركات الكبرى الأوروبية من الاقتصاد الإيراني منها إيني الإيطالية ودانيالي الإيطالية زيمنس الألمانية توتال الفرنسية بريتيش بيتروليوم البريطانية وشركات الشحن الكبرى العالمية التي تركت إيران حتى الآن الشركات الكبرى لن تبادر بوبع نفسها أمام الولايات المتحدة وخاصة بأن الحكومات الأوروبية رفضت إعطاء ضمانات كاملة لهذه الشركات بالنسبة لتعويض الخسائر المحتملة التي تلتحق بهذه الشركات بسبب العقوبات على إيران وعجز الأوروبيين بهذا الجانب واضح جدا والسبب هو الارتباط العضوي بين النظام المالي الأوروبي والنظام المالي الدولي وخاصة النظام المالي الأمريكي والنظام المالي الدولي أيضا يعتمد شبه اعتماد كلي على الدولار فلا يمكن للأوروبيين أن يعوضوا الشركات التي يفرض عليها عقوبات من قبل الولايات المتحدة بسبب هذا الارتباط البنكي ما بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية لأن هذه العقوبات ستشمل تلك التعويضات أيضا وستفرض عقوبات على البنوك الأوروبي أيضا نعم هذا الصراع على المصالح أستاذ محمد يتزامن مع حركة احتجاجية في إيران يعاني أهالي أكثر من أربع محافظات إيرانية من خطر المجاعة والفقر وفقا للنائب محمد نعيم أميني كيف ستنعكس كل هذه الصراعات على واقع الشعب طبعا الواقع في إيران إيران الآن تمر بأزمة اقتصادية خانقة ولا يزال النظام الحاكم لا يستطيع أن يجد حلا إليها وكما صرح المرشد الأعلى لإيراني علي خامنئي عدة مرات أنه وافق على الاتفاق النووي بهدف إلغاء العقوبات وتحسين الوضع الاقتصادي وإن لم يكن ذلك إيران لم توقع على هذا الاتفاق أصلا من الأساس والآن إيران باقي في هذا الاتفاق رغم انسحاب الولايات المتحدة من أجل الحصول على ضمانات معينة من الأوروبيين فيما يتعلق بتعويضات تتعلق ببيع النفط الإيراني يعني الأوروبيون يضمنون لإيران بيع النفط ونقل هذه الأموال إلى داخل إيران وطبعا هناك تطلب إيران ضمانات بنكية قوية وحتى اللحظة الأوروبيون رفضوا أن يعطوا إيران هذه الضمانات والصين رفضت أساسا أن إعطاء إيران أي ضمانات فيما يتعلق ببيع نفطها إلى الصين وتعويض العملة الصعبة وإدخال العملة الصعبة لإيران أو نقل العملة الصعبة للمصالح الإيرانية في باقي البنوك في العالم هل هذا يعني أن هذه التوترات الحاصلة ستنعكس على الشارع الإيراني؟ أتحدث عن تظاهرات؟ يعني لا شك في ذلك اليوم منذ أسبوع وسائقوا الشاحنات عملوا إضرابا أضربوا عن العمل في إيران طالبوا بزيادة رواتب بنسبة 50% مع رفضته الحكومة الإيرانية لأن أي زيادة في الشاحنات نقل الوقود في إيران سيؤدي إلى زيادة أسعار جميع الخدمات والسلع في إيران ما سيؤدي إلى تفاقم أزمة الغلاء في إيران وأصلا المواطن احتج عدة مرات خلال السنتين الماضيتين حول نسبة الغلاء وارتفاع الأسعار في إيران أن هذه العقوبات لم تبدأ أصلا والعقوبات ستبدأ بعد ستة أشهر من الآن كما أعلنت الولايات المتحدة لكنه هذه الحديث عن العقوبات انعكس سلبا على إيران على سبيل المثال خلال 24 ساعة بعد إعلان انسحاب ترامب من الاتفاق النووي العملة الإيرانية سقطت بنسبة 15% 25 ساعة أدى إلى 15% سقوط العملة الإيرانية هذا السقوط سيستمر خلال الفترات القادمة وبدل العقوبات تدريجيا كما أعلن مايك بومبيو وزير الخارجي الأمريكي إيران ستفرض هذه العقوبات بهدف خنق إيران ماليا إذا يتم قطع المواصلات أو التبادل المالي لإيراني إيران لا تستطيع أن تبيع شيئا أو تشتري شيئا أشكرك جزيلة شكر المختص في شأن الإيراني محمد دال مدحجي كنت معنا عبر الهاتف من لندن ترجمة نانسي قنقر